عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الهيئة وقعت 23 مذكرة تفاهم مع أكبر الكيانات الدولية تم تحويل تسع منها لاتفاقيات إطارية مؤكدا قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة